السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسويتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات نزلت من كنز تحت العرش فحرصوا عليها تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لا شك يا حبيبي إن الكرآن كله عظيم بفضل الله وأنه منهج حياة يسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة ولذلك قال صاحب الظلال رحمه الله ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أنصاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات نسخ بل مئات بل ألوفا ولكنه لم ينسخ بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم فالقرآن كله عظيم لكن الله عز وجل عظم من قدر بعض الآيات بعينها وذكر أن لها ثوابا ونتائج أكثر من غيرها فهو الذي اختار ذلك وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن أعظم تلك الآيات في كتاب الله آخر آيتين في سورة البقرة من أول قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الصورة بفضل الله سبحانه وتعالى يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال كما في الصحيحين في البخاري ومسلم من قرأ الآيتين من آخر صورة البقرة في ليلة كفتاة كلمة كفتاة من جوامع الكلم بفضل الله يا إيه معناها؟ معناها لها معاني كثيرة جدا قيل تكفيه أو تكفي الإنسان من كل خير وقيل تكفي الإنسان من الشيطان أي من شرور الشيطان وقيل تكفي الإنسان من كل سوء تبعد عنه كل سوء وقيل تكفي الإنسان للدلالة على الاعتقاد السليم يعني تكفيه من الوقوع في أي اعتقاد فاسد لأنها تحتوي على أركان الإيمان وقيل أنها تجزئ الإنسان عن قيام الليل ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك قيام الليل ولكن معنى أنه لو قرأها قبل ما ينام فلو قدرا فاته قيام الليل في تلك الليلة فهذه الآية أو هذه الآية التي يجزئها عن قيام الليل وقيل تجزئه عن قراءة الكرآن وليس معنى ذلك أن يترك ورده من الكرآن وقيل تكفياه من الثواب يعني تحقق له من الثواب ما يعادل كل الذنوب التي فعلها في ذلك اليوم وهناك معاني أخرى كثيرة جدا في تلك الآيتين في كلمة كفتا فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني النبي عليه السلام قال من قرأ الآيتين من آخر صورة البقرة في ليلة كفتا يعني كفتا من كل ما ذكرته لحضراتكم من أقوال أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأيتين دول بالذات نزلت من مكان عجيب جدا كما ورد في الحديث الذي رواه التربذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفين عام يعني بألفين سنة وهو عند العرش وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما صورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان يعني الأيتين دولت ما يتقروش في بيت ثلاث يام إلا الشيطان يبتعد عن ذلك البيت بفضل الله سبحانه وتعالى بل وأختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث فضلنا على الناس بثلاث أشياء يعني فضلنا على الأمم السابقة بثلاث أشياء جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي في الصلاة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء إن لم نجد الماء نتيمم ونصلي في أي مكان بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الأرض جعلت لنا مسجدا قال وأعطيت هذه الآيات من آخر صورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي صلى الله عليه وسلم إذن حبيبي نحرص على خراءة الأيتين دولة من ضمن أذكار النوم قبل من نام بفضل الله سبحانه وتعالى تكفينا من كل شيء من أول آمن الرسول بما أنزل إليهم الرب والمؤمنون إلى آخر الصورة بفضل الله سبحانه وتعالى جعلني الله إياكم من أهل الكرآن الذين هم أهل الله وخاصته وجمعني الله إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر